السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية للجميع ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي راح نشاهدوا فيه أغرب ندوة صحفية في العالم في دور الجزائري مدرب شبيبة القبائل بعض المؤامرة السابقة اللي كانت على شبيبة القبائل وكان مهدد بالنزول إلى القسم الثاني اليوم خرج المدرب يتحدث بغضب كبير وأمام الإعلام وفي الندوات الصحفية عن مؤامرة أخرى ومضحكة في حقه قال لهم مشينا تيزيو الزول عبنة واحد المباراة بعض الماش مشينا واحد المكان اللي معروف قال لهم اللي كابينوه قال لهم في التلفزيون قال لهم باش ناكلوا فيه كسكسو بالطعام قال لهم ريح ناض ومانضيت كسكسو باللحم قال لهم قيت كنسنح تشي واحد مدها فيها دخلوا قال لك القوار اللي جاوا مورانا طلعوهم اعطاهم طعام كله وشربوا وفرحوا بهم قال لهم وانا والله ما كليتوا وبقى في الحال احنا كان نقول لك مرحبا بك السيد المدري بعدنا في المغرب ره بعد الاصل ديالك سكسو ره مغربي اما الباقي تقليد فقط جيب الفريق ديالك قبالي ومرحبا بك في المغرب ما تخلص والو وتحدث ايضا الاعلام الجزائري على الفضائح التي يشدها الدوري الجزائري في الجوالات الاخيرة واكدوا باللقاء دوريات ديال العالم سلو الا الجزائري ما زالين كالعبو تحت خمسين درجة ديال حرارة وفات الصيف وتكلموا على البيع وقالوا الفريق اللي عنده الدراهم يطلعوا اللي ما عندهش الدراهم يهبط والمباريات كيتباعوا في 90 دقيقة